نبدأ ساعتنا الثانية في حلقة اليوم سلام من السعودية أوبريت غنائي يجمع عمالقة الغناء الخليجي على منصة يوتيوب ليروي حكاية وطن ويبرز التنوع الثقافي والعادات من مختلف مناطق المملكة يشارك في العمل 13 فنانا من ضمنهم فنان العرب محمد عبدو وعبد المجيد عبدالله وراشد الماجد وعبادي الجوهر وغيرهم من أبرز النجوم ويعرف الجبال لمكة هالأفئدة تهوي وفيها نرفع الهامة وزمزم بيرها يروي ضم الدنيا من اتهامة وفي حجر اليوم ما نجل في شموخي وعزيه نيان زمنا والأثر نجران ولو ننسب يضيع العد تسولف عنها الوديان ويعرف الجبل والسد أسير اللي هواها غير على المعاد موجودة تشيل الخير لأهل الخير وتعزمهم على السودة قصيمي والغرى أصلا نعايم جطفها داني يزمي البدع نخلا ويتصاقط رطب جاني للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من الرياضة كاتب قصيدة هذا الأوبريات الشاعر عبدالله براس أهلا بك صباحك الله أبو الخير يسعد صباحك صباحك حياكم الله صباح النور عليكم جميعا يا مرحبا هلو مرحبا يعني أخذيتنا من الشمال إلى الجنوب شرق وغرب بهذا الأوبريات لكن كيف استطعت أن تجمع كل إحساس هذا الوطن بشتى جهات الأربع في أوبريات وقصيدة أشكر حظة نظنك أستاذ الكريم أنا اجتهد بالتعاون مع مجموعة من الزملاء مجموعة من الأساتذة سواء كانوا لاية العامة للترفيه برئاسة معالي المستشارة أستاذ تركيا الشيخ أو في شركة وردانا مثلا في الأخ العزيز الصديق سالم الهندي الحقيقة هم ما قصفروا رسموا الخطوط العريضة للعمل وضحوا أهدافه وأنا هنجتهد في البحث عن بعض الخصائص بعض الصمات للمناطق عشان توضع داخل ثنائي الأوبريات بعد أن يظهر للناس ويكون يحمل طابع ثقافي بالإضافة إلى الطابع الترفيه والحمد لله رب العالمين توفقنا في هذا الشيء طيب الأوبريات يعني يضم العديد من الفنانين وهم من كبار وعمال لقات النجوم الخليج كيف تم اختيارهم قبل كتابة الأوبريات أم كانت الترشحات بعد كتابة الأوبريات لا هو قبل قبل كتابة قبل الغناة قبل تركيب الصوت تم الاتفاق على الثلاث عشر طبعا كان متفق أنهم جميعا يكونوا سعوديين لأن الأوبريات يحمل تعبير عن المناطق الإدارية في المملكة وعدده الثلاث عشر فكان واجب أن نختار مطردين سعوديين والحمد لله مملكة أزغر بعض الكبير من مطردين أكثر من الثلاث عشر لكن هم هذول أشخاص اللي وقع عليهم الاخترار من قبل الجهات المعنية ولكن الطبع الذكوري يمكن هو اللي طغى على هذا الأوبريات لا يوجد سوى صوت نسائي واحد وهي داليا مبارك صحيح؟ طبعا صحيح هذا الشيء واضح لكن يعني ما أقدر أقول لك شيء بس يمكن قلت الأصوات النسائية في المملكة العربية السعودية يعني إن شاء الله في قادم الأيام حيث يكون في أصوات نسائية وفي أصوات نسائية واحدة الآن وممكن أنها بعد فترة تكون لها شأن يعني بذلك أخويا عبد الله يعني دام أن هذا العمل أساسياته كانت معروفة من البداية وأنتم التفقين عليها حينما تكتب لشخص يعني قد تكون من الصعوبة أنه أنت تطلق لخيالك هذا العنان بأنه تقول ما في قلبك حتى إن كان على لسان أهل عسير أو جازان أو غيرها من المناطق سواء شمال ولا جنوب من المناطق لكن الملحن شرح يقول من يختارهني؟ هل هذه أيضا كانت بينك وبين الملحن صارت أنه والله التناقش الحدة؟ لا والله أنا أرى بهذه الزاوية يجب أن تقال هذه الكلمة أو هذه المفردة بعض المفردات تكون ثقيلة هو ما في شك أنه كان التواصل والتعاون بينه بين أستاذ أحمد الأمي قائم بشكل يوم هو طبعا ظليح ما شاء الله عليه في الأمور الموسيقية والفنية فعنده قدر أنه يستنبط الأنواع الفلكلور الموجودة في كافة مناطق المملكة ويمكن تلاحظت أنه كانت اليقاعات تختلف من منطقة إلى منطقة ونجح أمانا في هذا الشيء وأنا أهني بالنسبة للمناطق والإشارات أنا أولا أنت استدمر هذه الفلصة للاعتدال الكافة في المناطق السعودية أنا لم ولن أفيهم حقهم أبدا إنما هي محاولة بسيطة للتعبير عن الحب والإمكانان والتقدير والاعتزاز فيهم طبعيا يعني خليني أبقى مع هذه النقطة يعني الأوبريتنا والعديد من مناطق داخل السعودية كيف تعاملت مع خصوصية كل منطقة؟ يعني كل منطقة لها لمسة مختلفة لها لهجة لها طريقة تختلف الشمال عن الجنوب عن الشرق طعيح أنا اخترت الملمح اللي رأيت أنه هو الملمح الأهم داخل كل منطقة حينما نتكلم عن مثلا مثلا عن نجران لابد أنك يعني تعرج إلى ذكر السد السد نجران أكبر سدود الجزيرة العربية حينما تتحدث عن الجوف ونقول عذب الماء بها مكنون احنا نتكلم هنا أنه أكبر منطقة تحوي مياه جوفية عذبة الجزيرة العربية في الجوف حينما نتكلم نقول الباحة وراء الغابات مصيونة منطقة الباحة فيها أكثر من أربعين غابة حينما نقول قلاعك يا تبوك الورد من الجنوات مبنية تبوك الورد هي أكثر من ست قلاع شهيرة يمكن أو أكثر قلعة وادلين قلعة المويلح ففي يعني رسائل ثقافية داخل الأمرين أنا كان يعني الرسالة العريضة اللي أنا كعبد الله حابة وصلها نقول إحنا السعوديين إذا فتحنا على الخارج نملك القدرة على التفاعل والتأثير وإن كفاءنا على الداخل فنحن نملك الكثير والكثير واللاغ إذن هو سلام من السعودية لكافة الأوطان طبعا طيب خلني أنا يعني طالما أنت شرحت لنا كل هذه المناطق ما هي المنطقة اللي كانت لها أيضا مكانة خاصة عند عبد الله وقال فيها في هذا الأوبريت حتى وأن كانت كلمات مختلفة هل إحساس دايما غير يا عبد الله؟ عمري في حياتي والله عمري في حياتي ما شعر فرق بين أي منطقة ومنطقة داخل المملكة يعني أنا جات في هذه الإجابة مش تهرب ولد الماسية يعني أنا ولدت في الطائب ودرست في جدة واشتغلت في الرياضة كلها بالنسبة لي بالضبط طيب سيد عبد الله كيف وجدتم رد الفعل بعد هذا الأوبريت ردود الأفعال للناس حبوا الفكرة وهل ممكن بعد هذا الأوبريت يكون فيه أعمال أخرى على نفس المنوال خلال الفترة المقبلة؟ ردود الفعل كانت ردود فعل إيجابية ومبشرة وأسعدتني جدا وأسعدت كافة القائمين على العمل ويقضل دائما التغني في الوطن يعني سمى محببة للجميع وتكرار التجربة أنا كشخص أحب جدا أني أوثق التاريخ من خلال الأدب من خلال الأغنية وهذا الشيء يمكن بدأته من أول ما كتبت لبيه الحبد الجنوبي عام 2009 ولا زال صزاعة ووثقت لمرحلة مهمة وتلاتة أغاني أخرى أيضا وثقت لمرحل وكان لها مسبباتها ويمكن أنتم سؤالكم بالتفاعل اليوم الناس قاعدين يقولون كأغاني العبد الحليم حافظ والأجيال مضت فهذا الدليل على أنه يعني هي ذاكرة الشعوب الفنون هي ذاكرة الشعوب إحنا نتمنى إن شاء الله أن هذا العمل أكيد رح يتكرر إن شاء الله وإن كان بصيغة مختلفة وقد يتوسع ليشمل الخليج وكذلك الوطن العربي على القريب العاجل إن شاء الله شكرا جزيلا لكاتب قصيدة الأوبريت الشاعر عبد الله أبو راسي أعطيك العافية إن شاء الله نشوفك مستقبلا شكرا جزيلا